منذ بدء روسيا عملياتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا واجهت جنوب أفريقيا ضغوطاً غربية لإعادة التفكير في علاقتها مع موسكو ودعمها لروسيا وسط الحرب ما أدى إلى سلسلة من المشاكل الدبلوماسية التي زعزعت العلاقات بين الولايات المتحدة وجنوب أفريقيا ودفعت بواشنطن لإصلاح شامل للعلاقة مجلة فورين بوليسي كشفت أن مسؤولاً كبيراً في إدارة بايدن ومشرعاً أمريكياً يخطتان بشكل منفصل للسفر إلى جنوب أفريقيا في الأسابيع المقبلة لإيجاد طرق لإصلاح العلاقات والضغط عليها لإعادة تقييم علاقاتها مع موسكو ووفق المجلة فإن خطط السفر هذه تسلط الضوء على المعارك الدبلوماسية التي تختمر بين روسيا والغرب لحشد الدعم لقضاياهم في جنوب العالم من جانبها تخطط روسيا لاستضافة قمة دبلوماسية رئيسية تستغرق يومين مع القادة الأفارقة في وقت لاحق من هذا الشهر في سان بوترسبورغ وكشفت المجلة أن مجموعة من أربعة نواب أمريكيين مؤثرين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي قامت الشهر الماضي بمراسلة وزير الخارجية أنتوني بلينكين ومسؤولين في إدارة بايدن ودعت لإلغاء خطط عقد قمة تجارية أمريكية في جنوب أفريقيا الرسالة بحسب فورين بوليسي تتضمن الحديث عن قلق بالغ من أن استضافة منتدى 2023 قانون النمو والفرص الأفريقي في جنوب أفريقيا ستكون بمثابة تأييد ضمني لدعم جنوب أفريقيا الضار لغزو أوكرانيا وانتهاك محتمل لقانون العقوبات الأمريكي كما جاء في الرسالة ترجمة نانسي قنقر